هرجع المهنس أحمد ويلي مدى خطورة الاستخدام المفرط للإنترنت أو الاستخدامات الخاطئة ويعني إيه استخدام خاطئ الاستخدام الخاطئ بتاع الإنترنت إننا ده سؤال الواسع قوي لأن الإنترنت مش بس الإنترنت اللي احنا بنشوفه قدامنا ده الإنترنت اللي بنشوفه قدامنا ده 5% 10% بالكتير من اللي بيحصل في الإنترنت فيه إنترنت تاني خالص بقى اسمه ديب ويب ودرك ويب دي حاجات استخدام دا عليه مثلا 90% من كمية استخدامات الإنترنت في العالم كله على الداركويب دا لحنا الحمد لله العامة الشعب وإحنا ناس اللي زينا كده مش بيستخدموا خالص والحمد لله ليه بقى؟ لأنه هو الداركويب دا هو المرتع الحر لكل المجرمين وأي حد عايز يعمل حاجة غير قانونية ويعني فوق الغير قانونية كمان فوق ما يتخيله بشر يعني فيه اتجار بالبشر فيه اتجار بالسلاح اتجار بالمخدرات اتجار بالرقيق يعني فيه حاجات يعني يبيع بشر يعني يبيعوا أعضاء الناس فالحطة دي يعني أنا بنصح الناس بقولهم خليكوا حتى في الاستخدام الطبيعي ما تحاولوش تقربوا من داركويب دي لأنا دايما بشبهها بمستنقة أو بحيرة التمسيح هي مبارا شكلها بحيرة هادئة كده بس في القاع فيه تمسيح تحت قاعدين مستنين أي حد يقرب بس يشرب مياه يغلط ينزل للبحيرة قاعدين تحت كده مستنين الضحية أي بس حد هيقرب يشرب البحيرة هتطلعوا يمسكوه وينزلوا عندهم في الملعب بتاعهم في البحيرة بتاعتهم ويخلصوا عليه تحت فدايما بحاضر الناس اوعى تقرب من الداركويب دا انت ممكن الفضول بتاع الشباب حتى أنا دايما بقول أكثر فئة عندها فضول دايما هي في استفاعة شفاعة الشباب عندهم حماس كده وعاوزين يجربوا ما تخليش الفضول ياخدك ان انت تتجرب حاجة ممكن تاخدك يسحبوك بيها على تحت الجدخلات ممكن ما تعرفش تخرج تاني فالاستخدام الخاطئ أول حاجة إبعد عن ان تركوا يبدأ تماما يعني ممكن تلاقي نفسك اتورطت في جريمة والتمسيح هناك تمسيح أسادزة هيعرفوا ازاي يجبوك ويعرفوا ازاي بتزوك ممكن مجرد انت تتخلت تلاقي الناس عارفوا عننا كل حاجة وابتدوا يبتزوك إنسانيا واخلاقيا وماديا وقعت لامسك تسحبت في حتة بلا رجعة بلا رجعة طبعا إلا من اللي عنده القدرة والشجعة أنه هو يواجه ويبلغ السلطات ويبلغ يعني جهات يعني بنسمع عن الناس بتتورط في حاجات وشباب صغير ما بيقدرش يبلغ أهله يعني هو ما يقولش الأهله بس أنا تورط في حاجة بخوفا من عقوبة الأهل أو حاجة فالشباب دول لا يعني بالعكس انت بلغ يعني حتمع عشان ما تقع شكتر من كده وقعت درجة إلحق وبلغ أهلك بلغ جهات مسؤولة بلغ أستاذك في الجامعة أو أستاذك في المدرسة بلغ حد يقدر يتصرف عشان ما تسحبش أكتر من كده يعني إلحق الأفاضل ما تنجربش وراء الناس دي فده أحد أشكال استخدام الخاطئ الإنترنت استخدام الخاطئ الآخر طبعا كلنا عارفينه في المستوى العادي ما فيه بقى محولات ابتزازة طبعية الهاكرز الموجودين في كل حتة اللي هم ياخدوا بياناتي وبقول الناس ما تنشرش بياناتك على الإنترنت بأي شكل من الأشكال أول درجة حماية بياناتي إن أنا مشهور هاخش يعني قال لي أحط بيانات بعد كده أدور هي لين انتشرت ما تحط أشخاص من الأول قال لنشرك للبيانات كل ما بياناتك انتشرت كل ما هتبقى صيدة سهلة لأي هكر عايز يخش يخترق بياناتك دايماً بالتنصيحات بقى لأن النصحات مصالحة لقناك في كل البرانج بقى ما تفتحش لينك ما تعرفوش ما تفتحش فايل ما تعرفوش ما تفتحش حد بعتلك ميل بيقولك ديني فلوس ما تسألش فيه يعني الفيشنج اللي هو الاستياد الاستياد بتاع الناس ده فده منتشر جداً وحاجة اسمه سوشال انجينيج إن أنا أستعطف الناس ما هو الناس بتخش عليها إزاي في الإنترنت يأما بالعطفة أنا عندي فلوس أنا لاجئ أنا محتاج فلوس يأما بقى بأن أنا الترغيب في مسألة الربح السريع طبعاً طبعاً بقى حاجة أسي جداً يعني فرح فكرة الربح السريع ودائماً الترغيب في مسألة الربح السريع زي ما حضرتك قلت دي بيستهدفوا بيها فئتين أساسيتين الفئة الأساسية هي فئة الشباب لأنه هو أكثر قدرة أقصر اندفاعاً وحماساً إن هو يجرب حاجات والفئة الثانية الفئة محدود الدخل لأنه لو واحد أنا أنا مسريح مدنياً مثلاً يعني ومبسوط واحد هيجي قولي تعال كسبك فلوس مش محتاج لكن دايماً هيستهدف مين هيستهدف الفئة اللي هي أكثر يعني عرضة إن هي تقبل فكرة السراء السريع بلا مجهود